في هذه المحاضرة رح نتحدث عن الإدراج وبالأخص إدراج الرسومات التوضيحية برنامج الأكسل حال حال برامج المايكروسوفت أوفيس جميعها يحتوي على خاصية إدراج رسومات توضيحية وإن كان هو برنامج لا يتعامل مع الرسومات التوضيحية كبرنامج الورد مثلاً أو برنامج البوربوينت فهو برنامج متخصص بالحسابات والكالكوليشنز وإنشاء الجداول لكن أيضاً من الأمور التي تزيد من جمالية التصميم في برنامج الأكسل هو وجود خاصية إدراج الرسومات التوضيحية وهي هذه الرسومات المعروفة اللي موجودة في الورد واللي موجودة في الأكسل فمن تبويب إدراج نلاحظ هناك وجود المجموعة الفرعية رسومات التوضيحية اللي تحتوي على العناصر الأساسية المعتادة الشائعة في برامج الأوفيس واللي هي إدراج الصور وإدراج الأشكال وإدراج الأيقونات والسمارت آرت ولقطات الشاشة بالنسبة لإدراج الصور ممكن إدراج الصور من الجهاز مثلاً ووضعها في ورقة العمل مثلاً هذه الصورة كذلك من الممكن إدراج أشكال هذه الأشكال الشائعة اللي موجودة في برامج الأوفيس لاحظ أن هذه الأشكال الآن هنا هي عبارة عن عناصر ومن نقول عبارة عن عناصر يعني هي عبارة عن تكون هذه الأشكال وهذه الصور في طبقة خاصة منفصلة به يعني على سبيل المثال لو أرد تحديد هذه الصورة فلن يتم تحديدها بل سيتم تحديد الخلايا التي خلفها لأن الخلايا تقع في طبقة والصورة تقع في طبقة أخرى الصورة لا يمكن تحديدها إلا بالضغط عليها طبعاً وأيضاً خيارات تنسيق الصورة موجودة تبويب ينخلق يعني أدرجة صورة هذا التبويب فيه خيارات تنسيق الصور الخيارات المعتادة اللي تحدثنا عنها في دورة برنامج الورد ودورة برنامج البوربوينت واللي من خلالها أنا أقدر أتحكم بالتأثيرات على الصورة التأثيرات الفنية اللون وغيرها من الإعدادات ومن الضبط على الصورة وفي الحقيقة هذه الرسومات التوضيحية لا يعني لا تضيف إلى البيانات شيء هي مجرد أمور كمالية هي مجرد أمور جمالية يعني لكنها لا تدخل ضمن أو لا تدخل في صلب العمليات اللي تجريها في الأكسل إلا في موضوع معين واحد سنتناوله في المحاضرات القادمة كذلك هذه الأشكال أيضا تكون هي في طبقة خاصة منفصلة بها هذه الأشكال يمكن استخدامها لإدراج أزرار إلى ورقة العمل وكذلك لتصميم ورقة العمل بشكل منسق وشكل جميل أيضا هذه الأشكال يعني من ممكن تعديل هذه الأشكال كما هو الحال في برامج الأوفيس اللي من ضمنها الورد والباوربوينت يمكن أيضا تحرير هذه الأشكال وهذه هي الأدوات الكاملة اللي نفسها الأدوات اللي متوفرة في برنامج الباوربوينت ومتوفرة في برنامج الورد أيضا يمكن من خلال رسومات التوضيحية إدراج أيقونات وهذه الأيقونات يجب أن تكون متصل بالإنترنت طبعا حتى تدرجها يعني من ضمن هذه الأيقونات يعني لنفرض هذه الأيقونة يمكن إدراج هذه الأيقونات ولاحظ أيضا أن هذه الأيقونات في طبقة خاصة منفصلة بها لا تتداخل مع الخلايا ولا البيانات اللي موجودة فيها يعني مجرد رسومات أنا أضيفها لتجميل وتكميل العمل لا غير هذه طبعا يمكن التحكم في ألوانها وأنساقها الخاصة كذلك يمكننا إدراج السمارت آرت والسمارت آرت احنا تكلمنا عنه في دورة الورد ودورة الباوربوينت وقلنا أنه عبارة عن أشكال جاهزة منسقة بتنسيق خاص هذه الأشكال الجاهزة تفيد في توضيح عملية معينة مثلا أحيانا أنت تحتاج في خلال يعني في برنامج الأكسل من خلال ذكر أو من خلال إدراج البيانات تحتاج إلى توضيح هذه البيانات مثلا تحتاج إلى تسميات توضيحية إلى رسوم توضيحية إن كانت لديك هنا بيانات عبارة عن أرقام وهذه الأرقام غير مفهومة فربما تحتاج إلى رسوم توضح ما الغاية من هذه الأرقام أو ما الغاية من هذه البيانات يمكن استخدام طبعا الرسومات التوضيحية لهذه الغاية وكذلك يمكن استخدامها لتزويق ورقة العمل أو لتجميلها لتظهر بصورة احترافية جميلة هذه الصورة أو هذه ورقة العمل يمكن لها أن تحتوي على الكثير من الرسومات والكثير من الأشكال والكثير من الرسومات التوضيحية حتى يمكن إضافة نماذج ثلاثية الأبعاد من مثلا برامج 3D Max وبرامج Cinema 4D أو غيرها وهذه هي مجموعة الرسومات التوضيحية التي يمكن أن تدرجها إلى الأكسل وتكون منفصلة عن البيانات داخل الأكسل ترجمة نانسي قنقر